تبرعات يلي عم تتقدم للأهالي المتضررين للساتة مستمرة وعم تزداد أكتر وأكتر ويعطيكم ألف عافية ومشكورين جميعاً سوريين وغير السوريين على الشي اللي عم تقدموا هذا الشي بيوضح لنا قديش الناس قلبة على بعضها ولكن للأسف الأشخاص يلي تضرروا قد ما منقدملون وشو ما عملنا لون رح يضل قليل والمؤسف أكتر مشلين أنه لما التبرعات بتكون للأهالي اللي فقدوا هيك أرائبين وبيوتهم ما عم توصل أحياناً وعم تنسرق من النفوس الضائفة هون بتقول للتجار ارحموا عزيزة قوم ذل يا جماعة الأسعار المفروض تنزل سعر الصرف نزل العقوبات الرفعت على هاي المواد الأساسية ارحموا العالم وعطوا سعر بنور الله يعني ما بصير أنه نستثمر هاي الأزمة يعني مثل ما حكينا هلأ قبل الهواء أنه ممكن يكون فيه شي صار جديد اسمه تجار الزلزال هالمواضيع أكيد فيه إلى إجراءات قانونية رح نعرفها أكتر ورح نعرف عن كل التفاصيل هاي مع المحامي رامي حامد يعطيك ألف عافية الله يعافيكم الرحمة لأرواح الشهداء والضحايا إن شاء الله الشفاء العاجل للمتضررين وترجع كل الناس لبيوتا بخير وسلام إن شاء الله آمين يا رب أهلا وسهلا فيك أستاذ بداية وقبل ما نبدأ بفقرتنا ونحكي عن حالات السرقة يعني اليوم فقرتنا مخصصة لحالات السرقة اللي عم بتصير ويلي عم نسمعه الحالات حالات فردية لو سمحتوا ما حدا يعمم لو سمحتوا قديش عم نقول شكرا لكل شخص عم ينشر بوست على مواقع التواصل الاجتماعي لأنك أنت وبيتك عم تقدر تساعد بس أنت وقت بتنشر حالات سرقة غير موثوقة ويمكن ما لأساس فأنت هم ما عم تساعد أنت هون عم بتخرب وعم تأذي وعم يعني تخرب كل التعب يلي في عالم عم تتعبه صحيح 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 يعني هاي الفكرة كتير شائعة وعم نشوفها والأمور الشذاعزة يعني بكل مكان في العالم موجودة لكن بالتأكيد اللي العم بصير على الآرض الشباب الصبايا اللي صر لن وست أيام ما ناموا هارول الناس ترفع لهم القبعة centحية من المن كل قلوبنا من كلا ياتنا أنه احنا صغار healthier أدامكم outdated generations أدام تعدكم والسه pequeلكم ناس من المال ونأخصائيين صر لنا سبع اتحيح لا نعموا لابعى النوم شو هو فالشكر كبير كتير لكل من ساعد في هذا الأمر صحيح وما بدنا نجي نحن نبخث من الجهد يلي هنا عم يقوموا فيه بنشر شغلات يمكن يكون ما إلى جنس الصحيح على الأغلب ما إلى وجود خلينا نحكي شوي أستاذ هل عقب القانون السوري على موضوع السرقات وخاصة بالكوارث مثل الكارثة اللي صارت عنا كذلزال بالتأكيد القانون ما بترك شيء للصدف دائماً وأبداً القوانين تعد وتنشر تنشر على أساس أنه كل حالة ممكن تصير بيكون فئلة عقوبة أو حالة بتعالجة لهذه المشكلة قانون العقوبات السوري حكى بهذا الموضوع بالمادة 627 وحدد أنه موضوع السرقة وشدد في حالة الكوارث والحروب ومثل حالة الحالية نحن الموجودين فيها هي الكارثة الإنسانية والطبيعية اللي صارت بموضوع الزلزال فعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من 5 إلى 15 سنة وهي عقوبة مغلزة بالقانون السوري طبعاً التجديد في صغرات معينة كان ممكن تكون موجودة بالممارسة الفعلية قانون العقوبات الاقتصادي السوري رقم 3 لعام 2013 سد معظم السغرات اللي نجمت عن الممارسة الفعلية للقانون العقوبات العادي العام أستاذ رامي بديهك بالتحديد تحكيلي أنه الأموال يلي عم تنصرف هلأ الجمعيات المبادرات الفردية المبادرات الشخصية هل هاي المعونات اللي عم توصلنا من كل أنحاء العالم يمكن وعم توصلنا من كل البيت ومن كل شخص هي أموال عامة تعتبر بحالة القانون السوري أم هي أموال خاصة وكيف يؤقب عليها القانون يعني قلت أنه 15 سنة أو 65 عمال شاقة تماماً ولكن بدنا رادع يعني خلي أنه الشخص اللي عم تصرف في هذه الطريقة أنه يكون عنده خوف من أنه رح يتحاسب لأنه هلأ ما في وقت يمكن لنحاسب الجميع ولكن رح يجي وقت رح يجي وقت وتهدى الأمور وكل شخص قام بسرقة هاي الأموال اللي هي لأهلنا والضحايا من الزلزال رح يتعاقبون بالتأكيد الآن نحن بدنا نميز بين نوعين من الأموال الأموال اللي ضلت بإيد المبادرات الفردية هي أموال خاصة بينطبق عليها نص المادة 627 الأموال اللي تم توريدها إلى الهيئة العلية للإغاثة أصبحت أموال عامة والسرقة هذه الأموال هي سرقة أموال عامة بمثابة الأموال العامة فعقوبتها كمان مغلزة مضاعف بينطبق عليها القانون رقم 3 لعام 2013 في عندي أنا الفقرة ألف والفقرة بي بالمادة 19 بتحكي عن حالة بالفقرة ألف عن حالة التعامل بهذه المواد فتعطي عقوبة معينة من سنة إلى سلاس سنوات لكن وقت اللي بيصير فيه اتجار وبيكون فيه ظرف مشدد وهي في مرحلة الكوارث فترفع العقوبة إلى الحبس المؤقت من سلاسة إلى خمسة عشر سنة إذن القانون طبعا بنفس القانون عم بيقول إذا كانت العقوبة في أي قانون آخر هي أشد من قانون العقوبات الاقتصادي فتطبق العقوبة الأشد إذن نحن هنا عم نعمل على الرادع قانوني أن العقوبات تضاعف وخصوصا في مرحلة الكوارث طبعا موضوع الأخلاق لابد مجتمعنا الحمد لله رب العالمين مجتمع اللي عم يصير هو رائع جدا بزرق ويضر برغم كل الكوارث ورغم كل الأزمة اللي مرينا فيه 12 سنة لحد الآن وقت اللي وقعت الأزمة الجديدة الكل كان عنده هالغيرة وهالحمية هاي فهي شغلة رائعة جدا بعض ضعاف النفوس بالتأكيد هدون موجودين القانون وضع لهم حد ومكانهم السجون إذا لم يكن الآن ففي مرحلة لاحقة إن شاء الله أكيد أستاذ رامي خلينا نحكي شوي عن الإجراءات يلي لازم يتبع شخص شاف بعينه ومتأكد ووافق إنه صار فيه سرقة مثلا للمعونات أو سرقة أموال أو حتى في شيء كتير مهم سرقة البيوت يلي طلعوا منها أهلية في بيوت للساتة هي ما وقعت لسه في أبنية ما وقعت ولكن هي متصدعة خايفين أهل يرجعوا خايفين يضلوا في أهلية طلعت الأهالي منها ولكن أغراضهم بإيفية مصاري دهب أساس صحيح أساس البيت صحيح سرقت هذا الشي وقت حدا بيأثبت إنه أو شاف بعينه شو لازم يعمل هلا أنا بهذه الحالة هاي أنا شفت أو سمعت شو لازم يتصرف شو لازم أعمل أنا في عندي أكتر من هيئة بعد إعلان هذه المناطق مناطق كارثة إذن صار عندي أنا قانون جديد يطبق على هذه المناطق أعطي للمحافظ صلاحيات واسعة باعتبار أنه منطقة كارثة فصار المحافظ إلو دور مثل دور الضابط العدلية بنفس القانون وبنفس الإجراءات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أيضا أعطيت صلاحيات مضاعفة وإضافية يعني أنا ممكن إلجاء للهيئة العليا للإغاثة اشتكي ممكن إلجاء للمخفر الشرطة اشتكي ممكن روح على دار المحافظة اشتكي وممكن روح على التموين اتصل طبعا أرقام موجودة بين إيدين كل الناس بكل ما كان فيه برنامج بتتصلي الكل بيلبي بهذه الكارثة هاي ما في حدا يقول وشو بدي أو أنا ليش ما عملت أو ليش بدي يجيني واجع راس لا ما في عزر لحده هذا واجب أنه يشوف واجب أخلاقي وإنساني قبل كل شيء في طفل عم تنسرق لأمة بطنه هالأد معدته هالأد عم تنسرق هاي اللأمة نحنا ما أنا يعني المفروض أن يكون فيه مبادرة ما حدا يسمع طبعا القانون رقم 3 لعام 2013 عم بيقول التستر كمان جريمة تستر يعتبر جريمة ويعاقب من سنة إلى سنتين المدير الذي عرف بإدارته أنه فيه مساعدات عم تتصرف وهو ساكت يعاقب كمان من سنة إلى سنتين الاحتكار هلأ حكينا على الموضوع الاحتكار عقب المحتكر بنفس عقوبة السارق لا المحتكر لسه لازم أكتر بصراحة المادة 22 يعني يساهم بالجريمة بنسبة عالية جدا حقب بنفس عقوبة كمان أشغال حبس مؤقت من 3 إلى 15 سنة فإذا البنية التحتية لمعاقبة هؤلاء الشواز موجودة لكن ببقى نحنا أنه نحنا ما نصمت عن هذا الموضوع يعني أن تشعل أن تضيء شمعة خير من أن تلعن الظلام أنت بدل ما أنا أقعد نظر يا أما بشمر عن إيديي عن ساعديي وبنزل بساعد يا أما على الأقل إذا شفت مكره أو كريهة روح خبر عننا على الأقل أما بس أقعد نظر وقول فلان حكا متأكد من هالوقائع لا طب أنت هون بهالحالي هيدخلت بحالة أنه والله ضعاف ضعاف عزيمة الناس الناس بيكون جاي بدأت تعمل مبادرة أنت أوهنتهم وضعفتهم وواحد شخص بدو يجيب تبرعات بدو يدفعها وليش لحتى أدفعها وقدر بتنسرق لا ما في شي بينسرق بهاي الأزمة ما في شي رح ينسرق ضعاف النفوس موجودين وينما كانوا بكل مكانوا بكل زمان حتى بتمكية يعني هلا بكل مكان تماما مبارح حاطين على الفيسبوك لاقطين عصابي خمس أشخاص عم يدخلوا على بيوت المسرورة بتركيا هاي حالة حالة فوضة عامة حالة الجريمة متمكنة من نفوس الناس موجودة في كل مكان لكن في قانون وفي ناس نظيفة بنفس الوقت هني الأغلبية مفروض أنه ما يسمحوا لهذه الناس أستاذ عفون أنت وعم تحكي بهذا الموضوع يعني هيك لفتلي نظري على فكرة الجريمة الإلكترونية اللي كنا عم نحكي فيها ما قبل الزلزال كتير يعني أنه حدا يشهر بشخص أو يحكي عن شخص كمان متضمنه ممكن تصير بالتأكيد لأنه نحنا هون بهالحالة هاي أستاذي نحنا في عندي حالة حرب نفسية عم تشن على هؤلاء الضحايا بأكتر من طريقة يعني أنا ما بس أنه أنا عم بسيء للبلد وعم بسيء مثلا لمسؤول أو أو لا لا أنا وانا عم بتخطى الأمر حتى هدون الناس اللي عم بتعاني سواء اللي كانت تحت الأنقاض وسواء اللي موجودة حاليا مشردة في الشوارع ما عم تلاقي مكاني قاوية أنا عم برتكب جريمة إضافية بحقها أنه أنا عم بمنع الآخرين أنه يساعدوا أنا هذا الفعل اللي عم بتصرفه نخلي كثير من الناس بطل تبعات معونات طيب يعني أنه ما مقبول هالحكي هذا أنه صارت حالة وشائعة لا انسرقت يا أخي ما انسرق شي يوم تل بدون نسرق أحدا طيب في عم ينفضيح طيب أنا هذا اللي بدي ختاما بتلاتين ثانية نحكي عنه أنه إذا في حدا تعرض للسرقة أو الابتزاز من قبل أي جمعية أو أي جهة أو أي شخص كيف بيقدر يتصرف قانونيا ختاما أستاذ شو بيقدر يعمل إجراءات اللي بدو يعملها فورا يأكد على فكرة أساسية نحنا بهذا الموضوع نحنا كبلد ما متعودين على هيك نوعية من الكوارث يعني نحنا بسوريا أو بلاد الشام عموما كل مئتين ثلاثمئة سنة لتصير عنا حالة من هالنوع هذا طبيعي أسنحنا جيل محظوظ ما ضل شي ما صار على وقت الحمد لله رب العالمين لكن بنفس الوقت بنفس الوقت خليني حول هالطاقة السلبية لطاقة إيجابية خليني نكون إيجابيين بطريقة أو بأخرى أنا إنسان تعرضت لابتزاز بطريقة أو بأخرى بنفس الطريقة اللي بعالج فيها موضوع السرقة وعالج فيها موضوع الابتزاز بنفس الطريقة ونفس الألية ونفس الناس نفس الناس التشهير أنا أتمنى يكون التشهير حالة رسمية أنه يوثق وينبعت لجهات المعنية بيطلع فيه لائحة سوداء هادون الناس اللي أساءوا لوطنهم ولأهلهم ولناسهم ولهالأطفال فما غلط أبداً بيكونوا هني بالتأكيد هني رادع عام وخاص يعني القانون فيه رادع عام وفيه رادع خاص خلي التشهير يكون هو الرادع العام تمنع كل من تسول أو يمكن أن تسول له نفسه أنه يرتكب هيك جرم وبالنهاية بنرجع بنأكد نحنا بتشكر كثير هالناس اللي نزلت على الأرض نحنا خجولين جداً أمام سهرون وتعبون نحنا بنقعد ممكن عما نحكي أو محروقين نحنا أنا شخصياً رحلي ضحايا في هذا الأمر الله يرحم الكل يرحم الجميع من كل مكان في سوريا وفي وطني لكن بنفس الوقت كل أبناء هذا الوطن هني أخواتنا وأهلنا خلينا نكون كلياتنا إيجابيين وهي المحنة مثل ما محن سابقة فرقتنا خليها المحنة تجمعنا إن شاء الله إن شاء الله شكراً لكم شكراً لكم لكم المعلومات الحلوية اللي يعطتناها يعطيك ألف عافية أهلاً وسهلاً فيك إستاذ